إذا أراد الشعي أن يكون ممن يفرح إمام زمانه وينال توفيقه ورعايته الخاصة ويكون من همه فكيف يصل إلى هذه الدرجة وماذا يصنع هذا السؤال هو سؤالي وسؤال الجميع لكن بالنتيجة هذا سؤال ولا بد له من جواب لن أطيل الكلام كثيرا في الجواب على هذا السؤال لأن هذا السؤال هو الآخر يرتبط بالسؤال الذي بعده بشكل موجز بشكل موجز من خلال تصفحي ما قاله المعصومون وعلى طول الخط وبشكل موجز ومختصر هناك أمراني مهماني وأساسيان وقبل قليل كلمة الإمام الكاظم كانت تتحدث عن هذين الأمرين حين قال أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج ولكنني أشير إلى جهة من جهات هذا الكلام الأمر الأول ابحث عن العقيدة الصحيحة إذا بحثت عن العقيدة الصحيحة ليست العقيدة التي تأخذ من علم الكلام ابحث عن عقيدة آل محمد العقيدة المأخوذة من علم الكلام الناصبي تقف حائلا فيما بينك وبين إمام زمانك ابحث عن العقيدة الصحيحة هذا أولا دونك الزيارة الجامعة الكبيرة ابحث عن العقيدة الصحيحة هذا أولا وثانيا هذه الوصية لنفسي ولك ولكل أشياع آل محمد أن نحاول بقدر ما نتمكن أن نترك الذنوب ترك الذنوب له مدخلية كبيرة في تشديد الرباط والوثاق مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بقدر ما يتمكن الإنسان لا أقول أن يترك الذنوب مطلقا هذا ليس موجودا على أرض الواقع لا في المتكلم ولا في السامن ولكن أن يحاول الإنسان أن يترك الذنوب لأن ترك الذنوب سيؤدي إلى تجنب المحارم وإلى الإتيان بطاعات لأنك حين تخل بالطاعة الإخلال بالطاعة الإخلال بالواجبات وذنب محاولة ترك الذنوب بقدر ما يتمكن الإنسان لا أقول أن الإنسان لا يذنب إذا قلت هذا صار الإنسان معصوما محاولة تقليل الذنوب بقدر ما يتمكن الإنسان ولكن الشيء الأهم قبل هذا أن تكون عقيدة الإنسان عقيدة صحيحة موافقة لذوق آل محمد